بعد نحو عام ونصف من التوقف وفي خضم الحرب على قطاع غزة وتصاعد التوتر في المنطقة قرر الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إعادة تشكيل مجموعات العمل المعنية بالبرنامج النووي الإيراني وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن نتنياهو قرر إنشاء ست مجموعات من مسؤولين في وزارات الدفاع والخارجية بالإضافة للاستخبارات الداخلية والخارجية بحيث تتولى كل مجموعة إدارة ملف معين فمجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيتولى مسؤولية إدارة العملية والتأكد من تنفيذها فيما يتعامل فريق بقيادة الموساد مع البرنامج النووي الإيراني وخاصة مسألة أنشطة التسليح المحتملة وتتعامل فرق أخرى مع التنسيق الاستخباراتي والسبراني ونشاطات الجماعات الموالية لإيران في المنطقة ويمثل توقيت إعادة العمل بهذه المجموعات نقطة محورية حيث يقول مسؤولون إسرائيليون أن نيتانياهو منذ عودته إلى منصبه في ديسمبر 2022 لم يتعامل مع القضية النووية الإيرانية بجدية بسبب انشغاله بالإصلاح القضائي الذي كان يسعى إليه ثم بالحرب في غزة لكن هذا الموقف تغير إثر قلق الجانب الإسرائيلي من استغلال إيران للأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكذلك المرحلة الانتقالية بعدها لتسريع العمل في برنامجها النووي فضلا عن انشغال الإدارة الأمريكية في التعامل مع الحرب في غزة والتوتر في المنطقة ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار إن إسرائيل تشعر بالقلق من إمكانيات استخدام نماذج الكمبيوتر والتجارب العلمية الأخرى التي يجريها علماء إيرانيون في التسلح النووي مما سيسمح لإيران بتقصير الجدول الزمني في حال أرادت المضي قدما في صنع قنبلة نووية